بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا خلاص احنا مستقررين على حلقة يوم السبت بتكون مع اصحاب السعادة واصحاب السعادة محتاجين مننا حاجات كتيرا لازم نتكلم منها عشان يفضلوا اصحاب السعادة وتفضل السعادة هي المعنى الاساسي اللي بيحركهم في حياتهم الزوجية سواء كانوا مقبلين على الزواج او كانوا في السنوات الاولى من الزواج وكمان حتى لو هم من المخضرمين وعيشين في الجواز بعد 15 سنة ولا حاجة النهاردة عن التكلم على معنى مهم جدا 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 بيجلب السعادة حاجة مهمة جدا حاجة لازم نتعلمها حاجة ما بنتولدش بيها لكن لازم نتعلمها وحاجة لو افتقدناها الحوارات في الجواز بتبقى حوارات ترشان حاجة لو افتقدناها ما بنوصلش لان حوارنا مع بعض يسعد التاني وعشان احنا اصحاب السعادة بنتكلم عن اصحاب السعادة لازم نتكلم عن شغلانة دايما انا باتكلم عنها انا دايما اقول للناس انا بشتغل شغلانة تانية بعد الدور الشغلانة التانية اللي بعد الدور بشتغلها ايه بشتغل مترجم يعني ايه مترجم بترجم ستاتي للرجالة وبترجم رجالي للستات ليه؟ ليه ان في الحقيقة الرجالة والستات ما بيتكلموش نفس اللغة لازم نعرف كده طب ده معنى ايه؟ معنى حاجة مهمة اوي ان مش هينفع سعادة زوجية ما بين الراجل والست من غير ترجمة يعني ايه ترجمة؟ لازم الستة تعرف ان منطلقات الزوج في الحوار غير منطلقات غير منطلقاتها فالزوج دايما هو بيتكلم ايه الحاجة اللي هو عايز يوصلها ايه دايما هو بيتكلم هو بيقاصد ايه؟ قاصد انه هو يبقى بطلك اصل قاصد انه هو يبقى سندك قاصد انه هو يكون هو مصدر الاحتواء في البيت فهو لما بيتكلم بيتكلم بهذا المعنى تب والستة لما بتتكلم لما بتتكلم هي دايما بتحب تحصل على الامان اذا لازم نعرف ان طبيعة المرأة عميقة شوية يعني المرأة ما بتتكلمش كلام سطحي لازم الكلام ده بيبقى وراه معنى هل معنى كده ان المرأة بتلفه الدور؟ لا هو دي طبيعة الانسان لما يكون بيطلب الامان وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال مسألة الترجمة دي اشار اليها صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ قال لي السيدة عائشة اني لا اعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني ساخطة اذا قلت بس بقى الكلام ايه علاقة بقى اللي يقوله حضرة النبي بالرضا والسخت اذا قلت لا ورب ابراهيم كنت عني ساخطة واذا قلت لا ورب محمد كنت عني راضية ايه ده؟ ده ايه ده يا رسول الله انت بتعلمنا ايه؟ بحضرة النبي بيعلمنا ان احنا نفهم زوجتنا يعني ايه؟ نترجم اللي هما بيقولوه هي لما قالت لا ورب ابراهيم كانت بتقوله يا رسول الله رضيني انا بحبك بس رضيني ولما بتقول لا ورب محمد انا رضي عنك وبحبك يا رسول الله وعشان كده حضرت النبي لما قالها كده رح تقالي على طول قالت له وفهمت ان هو بيفهمه فقالت له ايه؟ والله لا اهجر الا اسمك يا رسول الله يعني الكلام صح بس انا كمان ما بهجرش غير اسمك بس ده انا بكون باعتلك رسالة وانت يا رسول الله فهمت الرسالة يبقى لازم نفهم ان الست بتفكر بتفقير عميق غريق والراجل بيفكر بشكل افقي بسيط ليه دايما؟ لان دايما المرأة بتدور زي ما قلنا بتدور على ايه؟ بتدور على الامان لكن الراجل بيدور على ايه؟ بيدور على الانجاز وعشان كده لازم الراجل يبقى فاهم كويس لغة المرأة دعا اقول لكم مثال الراجل راجع من البيت راجع البيت دلوقتي ووشه مقفهر وتعبان وراجع من الشغر زي ما بيقوله كده مزنهر ووشه جايب الوان وبص لقاها هي نفس الحكاية ووشها مزنهر ويه جايب الوان فرح سألها قال لها مالك قالت له ماليش وهي سألته مالك قال لها ماليش هم قالوا كلمة واحدة بس ماليش عند الراجل غير ماليش عند الست ماليش عند الراجل معناه ايه؟ انا النهاردة تعبت واداس علي في الشغل واتمرمط فاسبيني شوية نص ساعة ولا ساعة افصل وارجع صالح صليم زي ما انا دي بقى الراجل بيقول لها سبيني افصل وانا هرجع زي الفل بس انا اتمرمط واداس علي كرمتي هي بتقول له ماليش هي هو هي اصداء ايه؟ انت هتقول لي اول مرة ماليش مالك هقول لك ماليش تاني مرة مالك ماليش تالت مرة مالك هقول لك ماليش واتكلم لمدة تلات ساعات يبقى ايه اللي حاصل؟ انا اتمرمط واداس علي كرمتي بس مش هتكلم من اول مرة محتاجك تضغط علي عشان اتكلم ليه؟ عشان أحس إن أنا استردت كرامتي و أتكلم و أطلع كل في قلبي تخيل لو إن الراجل قال إن ماليش بتاعت الست زي ماليش بتاعته و ده اللي بيحصل من الرجالة يعمل إيه با؟ يقول لها مالك ماليش أيوة هتعد شوية و هتفصل و هترجع زي الفل إيه و هتعمل كده؟ لو عملت كده إيه اللي هيحصل؟ هي مش هتفصل هي هتفضل تتكلم الكلام ده منها و بين نفسها و إنت هتتحول بعد ساعة إلى الوحش اللي سابها للألم و الوجع و ما سألش فيها و ما وفش جنبها و ما كانش سندها يعني إيه؟ لازم تتكلم طب هي لو إن هي ماليش بتاعته فاهم أن ماليش بتاعت الراجل زي ماليش بتاعتها فهيتقوله مالك ماليش مالك ماليش مالك ماليش و يزعق بقى ليه؟ لأنه حاسس إن هي بتضغط عليه و بتمنعه إنه يسترد طاقته مرة تانية بإنه يفصل و يرجع تاني كلمة واحدة ما بين الراجل والست شوف عملت إيه؟ و عشان كده أنا أقول لكم خمس قواعد مهمة جدا جدا في مسألة إيه؟ في مسألة الترجمة بين الراجل والست أول قاعدة بتقول إيه؟ أول قاعدة بتقول قبل ما تفهم الست افهم إن هي بتطلب الأمان قبل ما تكلم الست فهي بتطلب الأمان حتى لو سألتك أنت تغديت برة؟ خلي بالك لما بتسألك أنت تغديت برة ده مش هقولك فخ بس أنت لازم تفهم صح أنت تغديت برة معناها أن هي بتقولك ببساطة خالص أنت كنت حريس تاكل معايا ولا لا؟ فتخلي بالك لما تيجي تجاوب ما تجاوبش بسرعة كده لازم تجاوب تقول لها إيه؟ يا حبيبتي أنا كلت لقمتين بس أنا ما بقدرش أكل من غيرك وحتى لو أعتاكل معا شيء من المجاملة شوف حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي يسأل يسأل السيدة عائشة هل عندكم من طعام؟ يقولون لا فيقول إذن إني صائم فيخلي السيدة عائشة تحس إن هي في أمان إن هي مش بس مش مفيش أكل لا ده كمان هي كانت عولا له على الطاعة أمان شوف حضرة النبي والسيدة عائشة بتحكي حكايات الزوجات مع أزواجهم ويوصل لحديث أم زرع ويوصل للكلام عن أم زرع مع أبي زرع وهو ده النموذج اللطيف اللي فيه الست تحسد بالأمان فيقول لها رسول الله سلم كنت لك كأم زرع كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقك شوف الأمان كل كلمة لازم تحط قبلها أمان حتى السيدة عائشة لما تنفعل وتكسر صفحة حتى السيدة حفصة فتقول إيه فيقول رسول الله سلم غارت أمكم فيديها مكانتها فتحس بالأمان تحس إن الرسول الله سلم مش هيعنفها ومش هيزعق لها يبقى أول قاعدة في ترجمة لغات لغة الستات قبل ما تعمل أي حاجة قبل ما تفهم قبل ما تتكلم قبل ما حتى ما تبص حط الأمان شوف اللي أنت هتقوله شوف التصرف اللي أنت هتعمله هيوصل للأمان ولا لا حاجة تانية قبل ما تتكلمي قبل ما تتصرفي شوف التصرف بتاعك ده هيخلي زوجك يحس إنه هو رجلك وأمانك وبطلك ولا لا في مشكلة مشهورة جدا جدا في أول الجواز إيه المشكلة مشهورة؟ مشكلة الست إن أبوها ما لي حياتها ده اللععة وده الليلها فبتبقى أول مشكلة بتوصل عند الست في أول الجواز مشكلة الصراع على البطولة ما بين الأب اللي هو ما دخلش في الصراع ده بس بنته مخليها إيه؟ مخليها بطالها فالزوج كل ما تتكلم الست هي مش واخدة بالها كل ما تتكلم الست تتكلم عن أبوها ودلع أبوها وإزاي يوقف جنبها والزوج بيحصل له إيه؟ بيحس إنه مش بطلة طب أنا إزاي أحميها إزاي لما أنا عامل حاجة هتحس بيها تبقى لقاعدة الأولى أنتو بتتكلم وإنتو بتتصرفي حسسي زوجك إنه هو بطلك وإنت بتتكلم وإنت بتتصرف حسس زوجتك إن هي في أمان وأكتر حاجة تحسس الست إن هي في أمان إن هي الأميرة اللي مفيش زيها اللي هي ما حدش بيقارن بيها دايما لازم تعمل كده القاعدة التانية أوعى تفهم زوجتك أوعى تفهم زوجك بإنه زي كل الرجالة وإن هي زي كل الستات لو حصل ده مش هتعرف تفهم زوجتك دايما زوجتك حريصة على إن هي تظهر لك وتكلمك إن هي مش زي كل الستات ودايما زوجك يقولك إنه هو راجل متميز ومختلف لو أنتو تعملتوا مع بعض بمبدأ إيه يعني ما أنت زي كل الستات لما تتوجعي مش محتاجة إن أنا أحتضنك أو محتاجة إن أنا تطب عليك ما كل الستات بتتوجع من شغل البيت فأنا في الحقيقة كل الستات بتتعب فأنا مش هقدر أعبرلك عن أي حاجة فيها متنان كل اللي الجالة بيروحوا الشغل وبييجوا وبيتعبوا فإن اللي حاصل فإن اللي أنت عايزه يعني عايزها أسقف لك يعني أسقف لك على إيه ما أنت بتشتغل يا جماعة بس الكلمة الطيبة صدق أيوة حسسي إن هو بيعمل شيء مختلف حسسي إن هو مش مكنة مش مكنة حسسي إن هو شخص بزل شيء لهذا البيت سيدنا سوفيان السوي بيقول أهليك بيهاد الأبطال الكسب الحلال والسعي على العيال حسسي إن هو بطل لأنه هو يستحق إن ده حسسها إن هي أميرة لأن هي تستحق ده وما أنتوا تجوزتوا بعض اللي مش إن كنتوا تنموا مميزين فكل واحد لازم يميز التاني الحاجة التانية كمان اللي تسهل الترجمة قبل المدخل فيه أنت بتتكلم لما تيجي يتكلم زوجتك لازم تقول لها لقب جميل تقول لها يا أميرتي يا حبيبتي يا نور عيني لما تكلمها في أول الكلام بدا هي تحس بإن هي الكلام مش محتاج صراع إحنا ثلاثة عندنا متلاثة مشاكل في الجواز دلوقتي إن الجواز تحول إلى بيزنس الجواز تحول إلى تجربة الجواز تحول إلى صراع لما تقول لها الكلام ده تهدى وإنت كمان لما تيجي تكلمي زوجك لما تيجي تقول له أنا عايزة أسمعك أنا عايزة تقول لي رأيك إيه تحسسي إن رأيه مهم ومقدم عندك الكلام ده يحسسه إن هو إيه يحسسه إن هو بطل صاحب قرار الحاجة التالتة في الحوار معكم إنتوا الاتنين مع الزوج والزوجة اللي يلطف المسائل كتير ودي قاعدة مهمة جدا جدا في الحوار الزواجي إن كل واحد فينا لما ما يفهمش حاجة بلاش مبدأ أنا فهمك لإني بحبك مفيش عيب إن أنت ما تكونش فهمها وإنت بتحبها مفيش عيب إن أنت ما تكونيش فهمها وإنت بتحبيه فلذلك إنما شفاء العي السؤال زي ما قال حضرة النبي اللي معرفش عنه حاجة أسأل وما استغربش أعرف ده منين؟ رد الفعل أنا قلت حاجة ومنتظر إن هي تبتسم ما ابتسمتش أكيد الكلام ده تجيه في سلك عريان وألمها ووجعها يبقى أنا لازم أعمل إيه؟ أقول لها معلش يبدو ما فهمتكيش ممكن تقولي لي كان قصدك إيه؟ ما تكسفش المأساة إن إحنا بنتدعي إن إحنا بنفهم بعض عايز أقول لكم حاجة كل المعرفة اللي إحنا عرفناها البعض في فترة الخطوبة ملهاش علاقة بالمعرفة إن إحنا نعرفها بعض بعد جزواج إحنا بنكتشف بعض وبنتعرف على بعض وبننضج مع بعض الحاجة كمان المهمة لا في الحوار لا للمقارنات عندما تتكلم تتكلمين مع زوجك لا تقارنين عندما تتكلم مع زوجتك لا تقارنها هذه تمثل جريمة عند الزوج طب إزاي خليها تتحسن؟ هتتحسن بطرق كتيرة جدا 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 إن أنت تقول لها أنا شايف إن أنت عملت الكلام ده وكان رائع منك آه هي تعمل الكلام ده هتكرر الكلام ده بس إياك ثم إياك ثم إياك إن أنت تتقارنها بحد حتى لو هتقارنها في لبسها بمن كان في الفاترينة هي نفسها بتنزعج لما تقارنها بأي حد هو كمان بيداق جدا 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 لما تحط مئياس لي أو معيار لي أو ميزال لي حد تاني ستات كتيرة مش فاهمة ده أمر المهم والأخير قاعدة الأخيرة بولها للستات إيه هتفتكري إن زوجك وإنت بتكلميه مش محتاج أنتوا بتكلمين إلى أمان هو كمان محتاج لي أمان زي ما أنت محتاجة إلى أمان وكل ما هتأمنيه وإنت بتتكلمي كل ما هو هيعود عليك ده لازم كل واحد فينا يختار الكلام الهادي الكلام اللي ما بيجرحش الكلام اللي ما بيجيش على الوجيعة إحنا كتير من أحيين بنكلم الكلام اللي يجي على الوجيعة مش معنى إن أنا عايز أفهم حد يبقى أفهم المداخل اللي بتجعه عشان يتغير أو بتجعه عشان يحس أو يتأثر الحقيقة إن كل إنسان لما يفهم المدخل الصحيح لزوجه أو يفهم المدخل الصحيح لزوجته بتتفتح عليهم أبواب السعادة رأيي إن فيه مدخل ممكن نستخدمه طول الوقت إيه هو المدخل ده مع الزوج مدخل مهم جدا 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 إيه هو إنه غالي وقيمة عالية في حياتك كتري من الكلام ده وإن هي نعمة من ربنا وإن هي ملهاشة به هو للنظير الكلام ده ملوش بالدعوة بالنفاق لكن ليه دعوة بماذا؟ ليه دعوة بحسن الأخلاق ليه دعوة بحسن العشرة والمعاملة ليه دعوة باتباع سنة رسول الله هو بيكلم عن السيدة عائشة ويقول ويسأله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قال ليس عن هذا نسألك إنما نسألك عن الرجال فقال أبوها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلل زوجاته بل يدلل كل أولاده شوف كان فاهم السيدة فاطمة وفاهم نفسية السيدة فاطمة فلقى بالسيدة فاطمة لأنه فاهم هد إيه هي عطوفة وشفوقة به فسمها أم أبيها ليه؟ لأنه عارف إنه محتاج إن هي تبقى مش زي حد لأن السيدة فاطمة ما كانسي زي حد عليها السلام يا سادة كل ما واحد كل ما الزوج حسز زوجته إنه شخص فريد هي فريدة في قلبه لأنه زوجته لحيدة وهو كمان كل ما حسسته بإنه بطالها كل ما كان ده ترجمة صحيحة كل ما كان ده فن من فنون السعادة الزوجية يا رب وفق الأزواج والزوجات لهذا الفن الرقيق اللي هو في الحقيقة فن من فنون القول الحسن فن من فنون الصدقة فن من فنون الجمال اللي علمهننا سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفاصل ألتقي بحضراتكم عشان نجاوب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج والله تعسره اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة وتفضل جسر من النور يبقينا في مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى معانا أول سؤال النهاردة أستاذ أميرة من سهاج أستاذ أميرة أستاذ أميرة معانا معلش أستاذ أميرة تحاول تكلمنا تاني أستاذ ناصر من القاهرة أيوة حبيبي تفضل يا سيد والنبي عم الشيخ أنا ليه سؤال بس عشان أعمله يعني لبنت غلبانة جدا تفضل يا سيد بيت الطاعة تلغى ولا ما تلغاش هو أصلا احنا عندناش بيت مسألة بيت الطاعة دي بيت الطاعة اللي هي في المحكمة طيب احنا عندنا دلوقتي بس خلينا أسألها يعني مصطلح ما هي بدي الحتة المهمة طيب أنا أقول لحظاتك هو الله مصطلح بيت الطاعة ده ده مصطلح ده يكاد يكون مصطلح شعبي لمسألة طلب المرأة العودة إلى بيتها إلى بيت الزوجية لكن مفيش حاجة اسمها في الشرع كده مصطلح اسمه بيت الطاعة لكن الناس اسطلحت على أنه ده البيت اللي بترجع إليه المرأة لما تكون المرأة خرجت وتركت بيت الزوجية فمسألة هل بيت الطاعة تلغى هو أصلا بيت الطاعة المصطلح ده مفيش لا في الفقه ولا في القانون وعشان كده لكن هو ده معروف أنه طلبها بيت الطاعة يعني طلبها ترجع له لأنه هي ما قدرتش تثبت أنه هي يمكن أن تطلق للضرر فده المعنى الصحيح حاج ناصر أستاذ ممدوح من الإسكندرية يتفضل السلام عليكم عليكم السلام عليك يا شيخنا نعم وفضل الحمد لله أولا أنا نفسي أكلم عليك من زمان أن أنا أسلم عليك لأن أنا مواجهب بشخصية حضرتك في الكلام أتشرف بحد ذلك يا فاندي الله يخليك الشرف لينا ثانيا أنا والله أكلم عليك يعني بموضوع كده هو شغلني شوية موضوع إن أنا بصلي وبقطع باستمرار بتصلي وإيه يا سيدي؟ وبقطع باستمرار آه يعني ده يعني القطع ده يعني بتصلي يوم وتقطع يوم ولا بتصلي فترة طويلة وبعدين تحصل لا ده أنا ممكن أصلي مثلا مرة في الأسبوع كله مرة آه والموضوع بيبقى تعبني يعني الموضوع مش ببقى حاتس بالزنب وكده بس مش قادر ده أمر نفسي يا سيدي ده أمر نفسي خلينا بس أسأل حديك سؤالين ثلاثة بس أستاذ بضحط عشان نلحق أول سؤال هل حضرتك حصل إن أنت مثلا كنت متعرض لأشياء وبعدين دعيت رجل كتير وبعدين ما استجابش اتعرضت الأشياء مع ناس كانوا ملتزمين وكده وأنا كنت آه طبعا 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 فإن اللي حصل فأنت حسيت إن التدين ما بيعملش حاجة في أخلاق الناس آه فعلا فعلا يعني الفكرة دي باستمرار حتى لما بيجي حد زميل ملتزم يكلمني أو كده بهجمه باستمرار أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يعني دي مفاجأة ما فيش مصطلح اسمه ملتزم فيه واحد تقل فيه واحد مقبل على الله فيه واحد طيب دي المصطلحات اللي لما كانت موجودة عندنا ما كانش بيحصل لنا الصدمات دي ليه؟ إحنا عندنا شخص طيب ما عندناش واحد عنده لقب اسمه ملتزم ده اللقب الملتزم ده تلتب عليه مراكز حياتية مش موجودة إحنا راجل الطيب ده طيب لإنه بيعامل ربنا طيب لإنه أخلاقه تخلي اللي قدامه يسعد ويفرح ويتهنى فمصطلح ملتزم ده الملتزم ده هو المعبر والناطق باسم الدين هذا كلام غير صحيح إحنا عندنا واحد طيب عندنا واحد بتاع ربنا كان زمان عندنا حاجة اسمه واحد طيب يعني وشه منور وقلبه منور وأخلاقه طيبة لما تقعد معاه كده تحس إنه زي النسمة هو ده الشخص الطيب هو ده الشخص المتدين هو ده اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه هو النار حرام عليه حرام على السهل الهين اللي إحنا ده اللي إحنا عايزينه لكن مش عايزين واحد بيقول إنه هو في كل التصرف وانتصرفاته بيعبر على الدين ويتعامل مع الناس بخشونة ويتعامل مع الناس بأنه هو صاحب الحق وهم مش أصحاب الحق وهو في الحقيقة فاهم الدين فاهم خطأ وكمان نفسه الأمارة بالسوء هو ما ترباش وما حصلوش أي نوع من أنواع التزكية أنا شفت الكلام ده ما حصلوش تزكية فإن اللي حاصل فكل الناس اللي حواليه قاعدين بيتجرحوا ويتئزوا فأنا أنا آسف يعني أنا غير موافع على لفظ ملتز لأن اللفظ ده جر كبري على الناس وجر مشاكل على الناس أنا أفهم إن في عندنا مصطلح طيب تعالوا نستخدم مرة تانية المفاهيم التي والتعبيرات التي تعيد الناس إلى الأخلاق تعيد الناس إلى الأخلاق لكن المفاهيم التي تكرس الطبقية الدينية إن فيه واحد أفضل من حد تاني ده وقت اللي خلى الناس متأسمين فيه ناس ملتزمين ويفضلهم ملتزمين وناس مش ملتزمين ويفضلهم مش ملتزمين إيه الطبقية الدينية دي؟ إحنا عبيد لله كلنا عبيد لله كلنا محتاجين لمولانا سبحانه وتعالى كلنا موفقين من الله سبحانه وتعالى أو مختبرين من الله سبحانه وتعالى ليه هذه الطبقية الدينية؟ عشان إحنا ييجي بقى الشخص اللي هو بيروج لهذه الفكرة ييجي يقولك من تعجبك إن الناس تبقى في المعاصي ده ما كانش كده ما كانش حد يعني أنا أسأل سؤال هذا المصطلح كان في حد من الصحابة اسمه الصحابة الملتزم والصحابة غير الملتزم مش أنت طول الوقت بتقول لنا إن أنت بتتبع الصحابة هل ده كان في عصر الصحابة؟ كان سيدنا أبو بكر المبشر بالجنة والذي هو الصديق والذي هو ثاني أثنين إذ هما في الغار كان يقول إيه؟ لو إحدى قدمها في الجنة والأخرى خارجها ما أمنتوا مكر الله كان ساكت ما بيعبرش ولا حد بيتعامل معها لأنه هو الشخص الملتزمdegree هو في طبقة تانية ولا في درجة تانية إحنا محتاجين نرجع تاني أزلاء فقراء للله لله سبحانه وتعالى محتاجين نرجع تاني إلى حالة الانكسار لله محتاجين نرجع تاني إلى حالة الطيابة محتاجين مرة تانية نرجع للاختباء في نور الله محتاجين إن احنا ما نتكلمش كتير عن الدين ولكن نعيش بالدين محتاجين ده ده اللي يخلي الدين حقيقة في حياتنا وما يخلينيش عندنا كل الأثار السلبية اللي احنا بنشوفها احنا محتاجين شويتين تلاتة نرجع الدين ونفهم ان الدين خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين وهذا سيكون اكثر خفاءا مش اكثر اعلانا فلازم نفهم ده انا والله دايما الناس بفجؤوني ان الشاء وانا مثلا على سبيل المساء حاجة مشهورة عندي في الافتاء انا لما يجي حد يقول لي والله المسألة دي اختلف فيها الشيوخ اسأله من الشيوخ يطلع الملتحين مين قال ان هم الشيوخ مين اللي ادهم حق ان هم يتكلموا في الدين مفهوم الالتزام والله اسلف لان ملتزم فيتكلم في الدين وهو مش عارف ان هو كده اجراءكم على الفتية اجراءكم على النار وهو مش عارف ولا تقولوا لما تصفوا لسنتكم الكذب هذا حلل وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب اهو النتيجة هو انا مش دي النتيجة بس النتيجة لما قالوا هو ده طريق الالتزام فهو ما مشيش فيه لان هو شايف ان فيه حاجات مش صحيحة لان اصحابه فاهمين فاهم خطأ فكانت النتيجة ايه الراجل ألحل لان هو ايه اللي حاصل ما انت مقدم له طريق واحد فالطريق ده ما ينفعش خلاص انا مش عايز الدين بيقول ليه يا سادة اربعوا على انفسكم انا طلبي ان يتدين الناس في انفسهم لا في الاخرين خليك متدين في نفسك كده خليك طيب خليك منور خليك هادي خليك زي النسمة طب واتغيير المجتمع ما لكش دعوة فيه ناس هما بيشتغلوا في تغيير المجتمع اصلا مش مستأمنهم وانت من اهل العلم ولا من اهل المعرفة ولا من اهل القدرة عشان انت تقوم بدا طب بتعمل كده ليه عشان الدين هين وسهل كده عليك ارجوكم بلاش القصة دي القصة دي وجعتنا وخلت الناس كتيرة خلت اللي خلعت الحجاب واللي ترك الصلاة زي اخونا ممدوح يا جماعة اربعوا على انفسكم من قال هلك الناس فهو اهلكهم فهو اهلكهم بلاش نهلك بعض ونرجع تاني نتدين ونتعامل مع الله يا سيدي عندما تبقى مع الله يا سعدك وهناك يا هذه الدنيا الواسعة حضرة مولانا سبحانه وتعالى وابقى في معية مولانا مش فضيين ان احنا نتدين في حياة الناس واحد يقولك ما هو دوة شكل التدين اللي بيعمل ايه اللي بيخلي التدين منكسر وبيخلي التدين مش قادر اه ما انت عايز التدين بتاع السلطة ان انت تتصلت وتتولى وتتجبر وتصنف الناس لا يا سيدي لا والله يا ابن التدين ده نور من السلطة ارجعوا تاني ان الايمان نور من السلطة ساعتها مش هيطلع تاني حد يتوجع تاني زي استاذ مندوح معنا الاستاذة سارة من المينيا قالوا السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم استاذ سارة اتفضلي انا كان عندي موضوع ايزا حكي لحضرتك واخد رأيك فيه اتفضلي بس نقوله باختصار لو سمحت انا كانت اختي مخطوبة نعم واختي جاب للخطوبة هي هو ابن خالتي اللي هياخدها طيب كان ابن خالتي يعني سمع عننا حاجة كده بس كان سوك تفاهم وطلع غلص طيب جاب للخطوبة فرجل بعد سنة دخل البيت وخطب اخته وجاب لها شبكة طيب فالموضوع وصل لوالدي طيب بس بعد الخطوبة وكده الموضوع اللي هو موضوع الكلام يعني اه موضوع الكلام من الناس كده بتكره وناس عالوة وكده طيب وبعدين وبعدين هو خطب وولد السكة ورب السكة وكده الأختي يلا احنا كده هنتأخذ يلا ماشي حضرتك يلا اصليها حضرتك بس يانا انت حضرتك عندك الحكي لطيف بس احنا عندنا على الهوى فقوليني ايه اصلي اول مرة تلع الهوى معلك ربنا احفاظك قوليلي السؤال بس فطبعا في فترة الخطوبة اختي ما بيتكلموش بابا برضو منع منها ايه مقلمة التليفون طيب كل خمستاشر يوم تكلموا في التليفون مش واخدى راحتها ومعاسي الكلام ولا بيقعد معاها ولا في مجوجابلات ولا اي حاجة طيب مانع الكلام دوت بابا بتبعب اللي عارفه طيب بس هو رجعت أسف وقال كانت هو كتفان ومغصبا عني وناس كانت اتبعدنا عنكم والحمد لله في انتوا عارفهم ماشي فين السؤال بقى يا سارة اللي انت بتتصل علي عليها عشان تسأليني عليها ايه هو يا سارة بعد كده بقى كان فيه طبعا احنا عشقلها في الريف وكده بتيجي الناس بتعيد بتدخل بتدخل اهل اهل بيدخلوا اهل العريف بزيارة وكده ومناسبة وكده ماشي احنا كده اخدنا كل اجراءات الخطوبة ممكن تسأليني سؤال يا سارة ماشي والدي بعد كده زي بقى تحط في مشكلة برضو بتحط في مشكلة ان هم منحوا من كل حاجة هم عايزين يعملوها طيب سارة 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 انا معاك هل دوت فعلا من اللي عملوا معاهم فتحط في مشكلة وازمة كانت تعرف يعني يتكلم معاهم فيه طيب يعني انت يا قصدك يا سارة هل بابا لما منعنا ما منعهم من انهم يتكلموا خالص ولا يجوا خالص او كده كان بيعمل حاجة صح انت يا قصدك السؤال كده ايوة وكانت خلت ديت هي في الحديجة بيتخاف علينا طيب عشر خاطر عشر خاطر احنا خلينا دلوقتي في السؤال ده اهو ده السؤال ايوة ما انا بقول لك ايه يعني هي خلت ديت في الحديجة يعني هي بتخاف علينا كوي تجربت معاها وجلها انت ما بتخفيف عليهم اكتر طيب خليني بقى جاوب على السؤال طيب استاذة سارة انا عارف طبعا ان انتي عايزة عايزة اكتر تتكلمي في حاجة تربوية عايزة اكتر تتكلمي في حاجة تتكلمي مع حد حسيت ان هو زي والدك لان والدك مش راضي يسمع الكلام ده فانا هوجه الكلام لوالدك بس يا سيدي الجواز ده ليه تاريخ فما تعكرش تاريخ الزواج حاج يعني اللي حصل ده هم وقفوا معاك او ما وقفوش معاك فهو في الحقيقة احنا اللي بنعمل كل المشكلات في الزواج ده في الاخي خالص بنتك عايزة تتجاوز الراجل ده وانت وفقت على الخطوبة فما لهاش داعي خالص ان احنا نعكر زي ما بقولوا كده نعكر اللبن ولازم الناس تتجاوز وحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتصر لنفسي ولا ينتقم لنفسي فانا رأيي ان انت تهدي المساء وتخلي الناس يعيشوا في اطار المعروف يعني يتكلموا مع بعض بالمعروف ويتواصلوا مع بعض بالمعروف بالمعروف يعني اللي عليه الاخلاق وعليه القيم وعشان كده بقول لحضرتك واحدة واحدة حاول بقدر الامكان تجمع الناس وتتكلم معاهم وتتكلموا في اطار ان احنا والله عايزين دايما نكون سند لبعض ودعيمين لبعض الكلام ده هيغير حاجات كتير لكن انه وقوف على الواحدة من دلوقتي هيعلم زوج بنتك المستقبلي انه برضو يقف لها الواحدة وكتير من الاحيين بيبقى في الجواز الزوجين البنت الزوج والزوجة بيدفعوا فواتير هما ما كانوش مسؤولين عنها وعشان كده بقول لحضرتك واحدة واحدة التدخل لا يكون مؤذي لا ضرر ولا ضرر لا تضر ابنتك لان ده هيفضل في زاكرة الزواك هيفضل ممكن زوج بنتك المستقبلي او خطيب بنتك ده لما يتجاوزوا يفضل محتفظ بهذه الاشياء المؤلمة الموجعة فبلاش معنا امو محمد من القاهرة تفضل يا صلى الله عليه وسلم بارك ألو اهلا وسلم تفضل يا حاج محمد بذلك يا مولانا سيدنا الشيخ نعم فعيدا ان انا اسمحت حضرتك النهاردة وبنبسط قوي بيك والله الله يعز حضرتك ويزيدك الله يخليك الله يخليك يا شير تفضل بقول لحضرتك انا انا في حاجة اسأل كده اقول لحضرتك عليه اشوف انا غلطت فيه ولا لا ان شاء الله رب اني ما يجيبه الوقت في اخوه يا كبير كان متجوز وامراته توفت وجي تجوز واحدة تانية وخلف منها ودو بيت الولد متجوز وابنه التاني قاد معه في نفس البيل من قبل ما يجوز ابنه وابنه من المرأة التانية دوت بيقول له شوف له بيت يقعد فيه قال انا قلت لاخوه حرام عشان ما يبقاش حرام عليك انت تعبك برضو وتعب فاكتب النص البيت لده ونص البيت لده قال انا كده عملت حاجة غلط هو كتب لهم اه كتب لهم يالله ربنا يبارك لهم وتصرف في حال حياته وانت حاولت تساعده على ان هو يكون منصف ويكون حقاني ويكون عدلي بينهم لا مفيش حاجة بالعكس جزاك الله خيرا وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا حاجة محمد اذا يا سيد احنا تكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة جدا جدا عن فن الترجمة فن الترجمة الزوجية فن الترجمة الزوجية ده مهمة اوي فن الترجمة الزوجية ده بنعلمه للناس المقبولين على الزواج أنا شايف كمان الناس المتجاوزين محتاجين يتعلموه هل فن الترجمة الزوجية فات وقته للناس المتجاوزين أبدا نقدر نعمل كده بس إنه هدي بنا شوية كل واحد فينا يفكر قبل ما يتكلم مع زوجته كل واحد هتفكر قبل ما تتكلم مع زوجها هو الكلام ده هيسعد ولا يوجع هو الكلام ده يريح ولا يتعب هو الكلام ده يخلينا قريبين ولا يبعدنا ويعمل حواجز وفجوات بيننا الكلام ده الكلام من أكتر الحاجات اللي ممكن تخلي الناس أكتر قرب وأكتر سعادة يا رب اجعلنا من السعداء اللي نسعد ونسعد عايز تبقى سعيد امش بالقانون ده من أسعد يسعد أسعدوا اللي حواليكم بالكلام الحلو وأسعدوا اللي حواليكم بأن انتو إذا كنت مرأة خليه بطلك وإذا كنت رجل خليها أمرتك اللي ما فيش زيها حد وساعتها هتعيشوا انتو لاتنين في رضل أحد سبحانه وتعالى وتسعدوا وتتهنوا وتعيشوا في سعادة ممدودة من الله سبحانه وتعالى لأن انتو طيبين والله طيب ولا يقبلوا إلا طيبة يا رب اجعلنا على الدوام من أصحاب السعادة ومن أصحاب الجمال ومن أصحاب الرحمة ومن أصحاب الخير يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ألهمنا الكلام الحلو وألهمنا حسن التعبير يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا رب العالمين